جدامي فوتي انت جايبني هنا ليه حاسم؟ فاكر اني ممكن ارجعلك؟ فاكر اني هسيب ريم تبقى غلطة انا مش هقدر هسيب ريم مع عادل مش هقدر هسيبها تحت رحمته ريم مرته مرته يموتها وهي جاتلت ابوه معك حق ريم قتلت مهدي ونادية كمان وهو عايز ياخد طاره ومعنديش مشكلة بس زي ما هو عايز ياخد طاره ومحدش هيقول له تلت التلاتة كام انا كمان من حق ياخد طرابويا واللي قتل ابويا في بيت مرواني حاسم كريمة وامة جبرية اه امة جبرية اتفقت هي وكريمة مع سينا علشان يقتله محرم وزي ما عادل من حقه ياخد طرابوه انا كمان مش هسيب طرابويا ولو مخدتوش من كريمة وجبرية هاخدوا منك انت يا حاسم ومن كل اللي منك في ايه حاسم؟ بش عايزة اتهول ببرا البيت ده كيف فهمة؟ فهمة طبعا حاضر عيسان فين؟ عيسان فين يا حاسم؟ حاسم رد علي عيسان فين يا حيمة حلوة قوي الكلام ده حاسن باشا وحريمه عادي باقولي كريتال قولي البغن اللي برا ده يخرجني انا مش هفضل محبوسة انا والله يا نعيم انا لو قلت له مش هيسمع كلامي مش هيسمع يا كلام حاسنه بس وانتي بقى ستلوبنا اللي جابك عندنا سألي جوزك وسأل جوزي ليه؟ انت مرزوعة قدامي ها والله يا حبيبتي انا لو علي مش عايز اقعد هنا ولا ديئة ولا ثانية واحدة بس عملي حسن جابني هنا غصب عني غصب عنك وانتي حبيبتي حد يقدر يخسبك على حاجة قول ليه يا اختي هو انت حكايتك ايه حسن ومروان وعادل عايزين ياخدوا كل حاجة وبعدها على طول يقتلوا ريم وعصام وبعدها انا وانتي عشان الهامم عاطي ناخد كل حاجة هي وجزها واخو يقتلوا مين يا حبيبتي ده انا سكتة وعمل اقول الطيب احسن لكن اخصم بجلالة الله لو حد مست شعرة مني لكون مولع في البيت ده من اللي فيه والله فيها نعيمة زي ما انتي عايزة انا هنا زي زيكو بالزبط بقول حاضر ونعم تعالي هنا وانت فاكرة ريتها تعرفك الهرابي يا لابنة يا ساق يا ساق يا قش ده كونسيبة تشيركو كلكو الهي تولعوا بجاز تعالي يا فوزية خش والله يا كريمة انا جلت من طول جاعتك في مصر تلاقيك ينسيتي دي سيت ايه؟ انا انسى برضو طب تصدقي انا عمري ما جبت الكحك ده جهز ابدا كنت تقعد في وسط الفيلا كده واجيب العاجين واخبز وعمل كل حاجة والله استرنا البلدي بقى سايحة ونيحة بيت الزنب كت بتحب الغريبة من ايدي قوي كنت تمسيك الغريبية كده تسيح في ايدك ما انتو في حياتكم حاجات حلوة حكي عنها اوه امال ما حدش فيكم بيحكي غيران الوحش لي بس خلاص يا شهد انسي ان شاء الله اللي جاي كله حلو مالك يا شهد بتبصيلي كده لي يا بنتي بصيتك مش عاكباني مش عارفة يا ماما والله انا محترف محترف ايه قضية ماما يا عمتي واه وهي يا كريمة لو تهمتها زي سينا كانت طلعت من الجضية ما هي ماما ما طلعتش براقة ماما طلعت على زمة التحقيق هي عني ايه حبل المشنق مستنيني شرائية شاهد ما تتكلمي القضية صعبة قوية عمتي بس كل اللي اقدر نعمله دلوقتي ان احنا نشوف مكالة ماما بعيدة عن البيت تقعد فيه ويستحسن كمان ما تحضرش اول جلسة تبقى غيابي لحد بس ما نتصرف في اقوال البيت سينا دي وانت فاكرة انه سينا دي هتغير اقوالها؟ وعلشان مش هنقدر نخليها تغير اقوالها لازم اول جلسة تبقى الحكم فيها غيابي وماما كمان تختفي عن عيون الحكومة شوية اختفي؟ يعني ايه اختفي؟ اهج؟ أسافر؟ أبعد بهيد عن البلد؟ مش افكوش؟ حتى السفر برضو مش حال انا مش فاهم حاجة من كلامك يعني لو سفرت يا عميتي هيجبوها بالقانون انا لازم مش مش هقدر اعطة اكتر من كده خليكي معانا النهاردة يا شهد لو اغزفه وسي انا بليجي بشوة ميا واكي كهم وللي إلي إلي في بالك يا شن ندري عن إيه فضيت ماما صعبة أوي وما فيش فيها حل نعرفه يعني؟ يعني مهما عملنا القادلة كلها ضدها وإنتي فايدتك إيه؟ مش محميّة أنت؟ أنت دخلت الجامعة وتعلمتي ليه؟ مش عشان تضغف في معامك في المصيبة دي؟ هدافة عنها لما تكون مظلومة أنا ما دخلتش الجامعة وتعلمتي يا عمتي عشان أدفع عن حد وأنا متأكدة أنه مزنب أنا كل بس ما فكر إن أنا ممكن أقف في المحكمة ودفع عن حد وأنا متأكدة أنه مجرم ببقى هتجنب مش عارف أعمل إيه طب وبعدين يا شهد أقول لك إدي الجضية لعزة عزة؟ عايزين أروح لعزة أقول له إيه؟ عايزك تدفع أماما في قضية هي متهمة فيها بالقتل؟ فيه يا شهد؟ مع الجدد الدنيا لإيه؟ هي مع قدل وحدها وما لاش حل يا عمتي وأنا مش عايزك تدفع عني يا شهد مش عايزك تخسلي نفسك عشاني كل اللي حصل ده أنا السبب فيه هيحصل لي إيه أكتر من اللي حصل وهنا سجن وهناك سجن الشهد ما تقصدش يا كريمة يتفديكي يعنيها أنا مش سعلا منها يا فوزي بالحكس أنا وفزوطة بين بنتي إنها مش حايزة تخلف طميرها ولا تخلف القمو مش حايزة توقف قدام القاضي والدفع عن حد مش مظلوم قد يجي فيه من الأيام ضميرها يعذبها إنها خرجت حد مش بريد بس أنا عايزة أقولك حاجة يا بنتي كل اللي أنا عملته ده ما كانش عشان خطر كريمة ولا مصلحة كريمة أنا عملته عشاني كنتي وأخواتك عشان حقكم هيدا عش عرفتي لا يا أم كل اللي عملته عملته عشان اللي بينك وبين بيت عمي مش عشان أنا وأخواتي زي ما بتقولي حتى أنا لما زورت ورق عشان أخبت فريدة وأرضها كان علشان نفسي حتى عمتي لما كانت بتستقوى عليك وعلى جبرية كان علشان نفسها واللي أنت عملته كان علشان نفسك مش عشان أنا وأخواتي زي ما بتقولي عارفة إمتى بقى عملتي عشاننا بجد لما كنت وقفة جنب بابا علشان يبقى أحسن الناس لما كنت بتجي على نفسك عشان ما أحدش فينا يحتاج حاجة